حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من تدعيات قرار منع دخول فلسطيني الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى وتقييد دخول فلسطيني القدس وردي 48 إلى المسجد خلال شهر رمضان المبارك وأوضح مجلس الإفتاء أن المسجد الأقصى المبارك يمر حاليا بواقع مؤلم وخطير دعينا إلى أخذ هذا القرار على محمل الجد رغم الخلافات الإسرائيلية الداخلية التي ظهرت في العالم مؤخرا بشأن الموقف من دخول المصلين من الضفة الغربية المحتلة إلى الحرم الكدسي الشاريف خلال شهر رمضان المبارك استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لتوصية وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير وأفرض قيودا على دخول الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر للصلاة في المسجد الأقصى خلال الشهر الكريم القناة الثالثة عشر الإسرائيلية قالت إن القرار اتخذ خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي ووزير الدفاع يؤاف جالنت والجهات الأمنية المعنية وذلك رغم تحذير الشابك من فرض قيود تحد من دخول فلسطيني مناطق الثمانية والأربعين إلى المسجد خلال شهر رمضان الذي يحل في مارس المقبل وحسب القناة فإن بن غفير يطالب بحظر دخول المصليين من سكان الضفة إلى الأقصى نهائيا خلال رمضان في حين تطالب الشرطة بتقييد أعمار المصلين للسماح لمن هم في الخامسة والستين عاما فما فوق بدخول المسجد فيما أوصى الشابك بالسماح لمن يبلغون من العمر خمسة وأربعين عاما فما فوق بالدخول وخلال مداولات عقدت في الأيام الماضية قال مسؤولون أمنيون إنه إذا تم منع عرب إسرائيل الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول الحرم الكدسي في شهر رمضان فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة وإن القابلية لانفجار فلسطيني القدس الشرقية والفلسطينيين في إسرائيل في أعقاب خطوة من هذا القبيل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما قد يحدث في الضفة الغربية المحتلة